اهلا بحضراتكم من جديد وطبعا زي ما قلنا لحضراتكم ان مصر الفترة اللي فاتت الحقيقة نجحت في استضافة احداث عالمية كبيرة بداية بمطولة العالم بكرة اليد في ظروف منتهى القصوى ظروف طبعا جائحة كورونا وخوف كثير من الدول انه اللي عبتها تسافر واتحادات خايفة تشارك ولكن مصر نجحت في تنظيم بطولات عالمية وكسبت احترام العالم بل شجعت العالم كله انه يعني يبتدي يعني تعود الحياة تاني لمجرها في البداية براحب بالنقد الرياضي الكبير طبعا استاذ محمد ناجي واللي كان عضو ايضا في اللجنة الاعلامية ببطولة العالم لكرة اليد اللي فاتت اهلا بيك استاذ محمد اهلا بيك كابتن هايسي منورنا ومنور قناة الاعتقال يا ربنا خليك كابتن هايسي اندش عرف ليه طبعا طيب احنا يعني جمباز البطولة جاية من واحد لسبعة صح يا كابتن مصبوط يعني من واحد لسبعة ستة القادم هي فعليا من تلاتة لستة هيكون ده المنافسات باللعب واحد هيكون بداية استقبال الوفود وتسكنهم واتنين وعمل مساحات والحاجات دي اتنين هيكون التدريبات بالنسبة للعيبة وانتظر نتياج المساحات اهو كده كده هيكون يعني المساحات هيكون نتيجيتها طلعت يا اما مساء واحد بالليل او يوم اتنين الصبح هيكون كل الامور بقت واضحة وكل اللعيب هو كده كده اغلب اللعيب اللي هيكون جاية أصلا ولكن ده زيادة في الحرص الدولة المصرية بتعملوا معها كل المنافسات والبطولات الدولية اللي مصر بتصدفها يعني